تطبيق جيميل هو تطبيق موجود في كل الهواتف وهو تابع لشركة جوجل فمن خلاله يمكنك إرسال رسالة لأي إيميل والرد على أي إيميل وفي هذا الشرح رح نشرح أهم أساسيات تطبيق جيميل للمبتدئين هذا هو التطبيق وهذه هي الواجهة الرئيسية في التطبيق طبعا عند عمل حساب جيميل في الهاتف سيفتح مباشرة حسابك هنا في التطبيق وما رح نشرح طريقة إنشاء الحساب حتى ما يكون الفيديو طويل وسأترك الطريقة أسفل الفيديو ومن أهم الأمور التي يجب أن تعرفها بشكل صحيح في الجيميل كيفية إرسال رسالة لأي جيميل أو بريد آخر فلإرسال رسالة لأي بريد اضغط على أيقونة إنشاء هذه الإيقونة لاحظ معي بالأعلى عند كلمة من يكون مكتوب عنوان جيميلك تلقائيا وهنا إلى يجب كتابة البريد المراد إرسال له الرسالة سنكتب البريد هنا كما نشاهد مع العلم أنه يمكنك كتابة أكثر من بريد لإرسال له نفس الرسالة ويمكنك إرسال رسائل حتى لو كان البريد هوت ميل أو أوت لوك وهنا في هذه الخانة تكتب الموضوع أو العنوان مثلا تكتب الواجب البيتي وهنا تكتب في الأسفل هنا تكتب محتوى الرسالة للشركة أو للشخص ولكن قد تسأل كيف ممكن نضيف مرفقات يعني صورة أو صوت أو فيديو أو ملفات مع الرسالة أو البريد فلإضافة أي مرفق تضغط على هذه الأيقونة الموجودة بالأعلى التي تشبه مشبك الورق هذه الأيقونة ويمكنك اختيار إما إرفاق ملف أو من خلال إدراج الملف من جوجل درايف سأختار إرفاق ملف ومعناها إرفاق ملف من الهاتف ستفتح معك ملفاتك ومن هنا تختار الملف على سبيل المثال هذه الصورة طبعا الحجم كحد أقصى 25 ميجا بايت ومن الضروري جدا أن تعلم أنه من خلال الضغط على هذه النقاط الثلاثة يوجد العديد من المميزات ومن الآن لإرسال الرسالة عبر الجيميل تضغط على زر الإرسال هذا السهم تمام والآن جار الإرسال وهنا من الضروري جدا أن تعلم أنه معك فرصة لإلغاء إرسال الرسالة لعدة ثواني من خلال الضغط هنا على تراجع إذا تذكرت مثلا أنه في شيء ناقص أو في خطأ ما في الإيميل فهذا صراحة شيء مميز جدا في تطبيق الجيميل هذا بالنسبة لإرسال رسالة بريدية طيب كيف ممكن نرد على رسالة واصلة إلنا فمثلا هذه الرسالة الثانية للرد عليها تفتح الرسالة وستجه للأسفل ستجد أيقونة رد هذه الإيقونة اضغط عليها وقم بكتابة الرسالة هنا وبعدها للإرسال من هنا من هذا السهم سهم الإرسال اضغط عليه وستصل للطرف الآخر رسالتك بكل تأكيد حيث مكتوب تم الإرسال نرجع للرسال وعند الضغط على أي رسالة يمكنك من الأعلى إما أرشفت الرسالة من هذا الخيار ومن هنا يمكنك تعيينها كمقروق ومن الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى يمكنك التحكم في بعض الأمور مثل إضافة نجمة أو وضع علامة كمهمة أو كتم الصوت أو الإبلاغ عن الرسائل وأيضا من النجمة يمكنك وضع الرسائل في قسم الرسائل المميزة بنجمة وفي شيء مهم عليك معرفته نفتح الرسالة الثانية حتى نوضحه كما نلاحظ أن الرسائل ستظهر هكذا بتسلسل يعني كالمحادثة ولكن ممكن تسأل سؤال أنه كيف أحظر إيميل مزعج ودائما يرسل لي رسائل غير مهمة ولا أريد أن أتلقى منه رسائل فالحل هو الحذر من خلال الضغط على اسمه والضغط على الثلاث نقاط الموجودة على الجانب واختيار من الأسفل حذر وبهذا لو أرسل لك إيميلات كثيرة فلن تصلك الإيميلات ولكن لرفع الحذر عنه اضغط على إزالة حذر المرسل هذه الأيقونة وفي أمر مهم أيضا وهو عدم وجود رسائل الإيميل المرسلة لك بالرغم من أن الطرف الثاني متأكد من أنه أرسل لك الإيميل فهنا ربما يكون الجيميل قام بتصنيف الرسالة على أنها رسائل غير مرغوب فيها فتجدها بالضغط على الثلاث شرطات الموجودة بالأعلى وتضغط على الرسائل الغير مرغوب فيها ستجد الرسالة هنا هذه هي الرسالة ولكن أيضا يوجد شيء مهم وهو كيف تعرف أنه تم استلام بريدك فيوجد حل ولكن من خلال المتصفح من الحاسوب بتثبيت إضافة من سوق كروم الإلكتروني وهي إضافة ميل تراك ويوجد إضافات أخرى أيضا حيث سيظهر صحين بلون أخضر عند فتح الرسالة من الطرف الثاني ومن الضروري جدا عندما يكون عندك رسائل مهمة من جهة أو من شركة أو مؤسسة يمكنك وضعها في تصنيف الرسائل المهمة بالضغط عليها واختيار وضع علامة كمهمة وستجدها في قسم الرسائل المهمة دائما بالضغط على الثلاث شرطات واختيار المهمة ستجدها هنا كما نشاهد ومن أهم المميزات التي تم إضافاتها في الجيميل مؤخرا طبعا هي ميزة الاجتماع هذه الايقونة نضغط عليها طبعا هي ميزة شبيهة بتطبيق زوم مثل الغرف الجماعية أو مكالمات الفيديو ومن خلالها يمكنك عمل اجتماعات فيديو من خلال الضغط على اجتماع جديد وبعدها اجتماع فوري تمام ونلاحظ في تطبيق الجيميل هذه الايقونة الموجودة بالأعلى وإذا ضغطت عليها يظهر لك حسابك ويظهر لك كل الحسابات الموجودة على التطبيق ويمكنك التبديل فيما بينهم بالضغط على اي حساب منهم ويمكنك اضافة حساب جديد من هنا من خلال الضغط على حساب اخر لانه يمكنك فتح اكثر من حساب على نفس التطبيق ولاضافة صورة لحسابك الجيميل تضغط على علامة الكاميرا وتضغط على اضافة صورة ملف شخصي ومن هنا تقوم باختيار صورة من الصور حيث يوجد العديد من الصور يقترحها عليك الجيميل وممكن ان تضع صورة من الجوال من الاعلى طبعا يمكنك التحكم ولان تختار اي صورة وتحفظ العملية بالضغط على حفظ كصورة للملف الشخصي من الأسفل تمام الآن من أهم الأمور في حسابك الجيميل أن تعرف أهم الإعدادات بالضغط على الثلاث شرطات الموجودة بالأعلى تظهر لنا هذه الخيارات وهذه التصنيفات وهي تلقائية من تطبيق الجيميل حتى يكون حسابك مرتب وجميل وبالأسفل تجد أيقونة الإعدادات هذه الإيقونة وهي مهمة اضغط عليها واضغط على عنوان البريد الذي تريد أن تعدل في إعداداته إذا كنت فاتح أكثر من عنوان بريد فمن هنا من هذه الصفحة يمكنك التعديل في كل الإعدادات لحسابك ومن هنا يمكنك التحكم بالإشعارات إما الكل أو ذات الأهمية أو بدون إشعارات وبنروح للأسفل نجد أيقونة الرد تلقائي ومعناها هل تريد الرد على رسالة نفسها لوحدها أم الرد على الكل وتعني إرسال الرسالة لكل الإيميلات الموجودة في الرسالة وأسفل منها التوقيع يعني يمكنك وضع نمط توقيع معين لكل رسائلك التي سوف ترسلها وفيه يكون اسمك مثلا وصورتك ورقم الهاتف وهذه الإعدادات أيضا يمكنك الإطلاع عليها كما نشاهد وبالأسفل من ضمن الإعدادات المهمة التي يمكنك استعمالها هي المجيب التلقائي ومعناها أنه يمكنك تحديد تاريخ معين لتاريخ معين من إلى تريد أن يقوم الجيميل بالإجابة عنك تلقائيا لكل الرسائل التي تصلك وهذا مفيد جدا إذا كنت مثلا في إجازة هذه هي أهم الإعدادات لحساب الجيميل التي يمكنك ضبطها من خلال تطبيق الجيميل الخاص بالهواتف أما إذا كنت مهتم في إعدادات الجيميل فيمكنك التحكم بالإعدادات أكثر من خلال المتصفح أو من خلال حساب الجيميل الموجود على المتصفح على الحاسوب لايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلك كل يوم فيديو جديد من قناة كيف على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته